موسيقى موسيقى بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيح أحبائي وحلقة جديدة من برنامج أبناء الرافدين بعنوان ضعيف وخاطي ونحن نتكلم عن الضعف والخطيئة أنت ضعيف وخاطي وانت ضعيفة وخاطية هذا هو وضع الإنسان حسب كلمة الله مكتوب الجميع أخطى وعوزهم مجد الله نحن ضعفاء ونحتاج إلى الله لكي ينجينا من الخطيئة والضعف البشري في الخطيئة مكتوب في رسالة روميا 5 وعدة 6 إلى 11 دعونا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ مع بعض هذه الرسالة لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة أمين أنت ضعيف وخاطي وانت ضعيفة وخطية ليس هناك فرق بين رجل وأمرأة في كلمة الله الكل سيقف أمام الله ويحاسب على خطيته لكن بسبب المجتمع تم التفرقة وأعطاء الرجل امتياز غير صحيح وذلك بسبب أنه رجل الله عادل وصالح ورحيم هو صالح لقد خلق الإنسان وقال تسلطا أحب الإنسان وأعطاه السلطان إلى الإنسان وقال أدين الإنسان بسبب الشر وليس الرجل أو المرأة على حد سواء الذي فيه ولم يقل فقط الرجل أعطاهما السلطان مع بعض مكتوب في سفر التكوين إصحاح واحد وعدة ستة وعشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض كلنا ضعفاء وخطات لكن لنا سلطان في المسيح ومحبة الله الآب ولدينا شركة من خلال الروح القدس تعال إلى المسيح وأصرخ يا رب سامحني انت غالي على قلب الرب انت غالي على قلب المسيح انت ابن للرب انت صنعت يد الله الله خلق الإنسان الله أحب الإنسان نحن غير مستحقين لكن هو يحبنا هو يريد يغنينا بالفرح والسلام سلام المسيح الذي يغنينا ويقوينا لكن إبليس سلبنا الفرح والمجتمع سلبنا السلام بسبب المجتمع والكبرياء لقد ابتعدنا عن الله بسبب الخطيئة التي تجعلنا ضعفاء تكلم مع الله بإيمان وهو موجود ويسمعك لا تنظر إلى العالم إبليس يعمل أمور تبعدنا عن الله ويعمينا كبشر لكي ما نبتعد ونفترق عن الله ونسينا أن الله هو الرحيم هو المحب هو الذي يقوينا الله يحب كل إنسان انت وارث مع المسيح لا تجعل الإبليس يغلبك ويبعدك عن الله ويذكرك أنك خاطئ تذكر أن الله يحبك تذكر الله يغفر هو غفر كل خطايات ويرحمك تذكر أنت ابن في المسيح أنت بنت في المسيح أنتم أبناء المسيح الله يبسط الأمور ونحن في العالم نصعب الأمور على أنفسنا بسبب الفلاسفة والمتكلمين والمتعلمين ونسينا أننا جميعا خطات أنت خاطئ بدون المسيح الله رحمنا برغم خطايانا هو حنان الله هو أبونا نحن في المسيح أبناء ومنتصرين أحبائي في المسيح ارفع أينك على المسيح المسيح يأتي ويغير كل شيء من رماد إلى جمال ويغير من الجافي يعطي حلاوة يخفر خطايانا ويعطينا حياة أبدية نعمة المسيح على كل من يتبع المسيح أخوتي وأحبائي في المسيح لا تنظر إلى خادم أو إلى مؤمن أو إلى قسيس مع احتراماتي إلى جميع الخدام لكن لتكون أنظارنا إلى المسيح لكي لا نسقط عزيزي المشاهد وجه أنظارك إلى المسيح المسيح يحبك أنت ضعيف أنت خاطئ قول معي هذا الكلام يا رب سامحني وهو يعطيك قوة انت غالي على الرب لا تسمح لعدو الخير أن يسلبك قوة الرب التي فينا التي فيك في خلال الروح القدس من خلال المسيح في قصة في الكتاب المقدس عن الفريسي والعشار كان هناك فريسي جاء إلى الصلاة وراء عشار جابي ضرائب قال الفريسي في نفسه أشكرك يا رب أني لست مثل هذا العشار الخاطئ الذي لا يفعل ما أفعل أنا أنا أصلي وأعطي عشوري وأطبق الوصائل عشرة أما العشار قال يا رب ارحمني أنا الخاطئ عزيزي المشاهد ضع يدك على قلبك وتكلم معي بهذا الكلام وردد معي قل له معي هذه الكلمات ارحمني يا رب أنا الخاطئ اللهم ارحمني أنا الخاطئ يا رب ارحمني في هذه اللحظة التي أنت فيها ضعيف أطلب رحمة المسيح لأنه هو يغير حياتك هل لديك علاقة مع الله من خلال شخص المسيح أو من خلال أشخاص آخرين أو من خلال المؤمنين أو من خلال الخدام الموجودين في الكنيسة على أي أمر أنت تبني علاقتك هل هي على أساس العالم أم على أساس شخص المسيح هل تعلم من أنت ومن هو الله وماذا فعل من أجلك أم تحاول أن تعرف وتريد التقرب إلى الله هناك أسئلة كثيرة داخل عقولنا تحتاج إلى جواب عندما نقرأ رمية خمسة من عدد ستة إلى عدد داعش نرى كلمة الله أننا ضعفاء ونحن بعد هذا خطات أيضا هل سألت نفسك ماذا يجب أن أفعل وكيف يجب أن أكون لكي أستحق علاقة مع الله دعونا نرى ماذا يقول الله في رسالة بولوس الرسول إلى أهل رمية إصحاق خمسة حيث نرى أن الله بيّن محبته لنا عندما كنا ضعفاء وخطات مات المسيح من أجلنا وكنا مغروسين في الخطيئة وضعفاء وهذه كانت حالة الإنسان بدون المسيح ونرى من هذا الجواب هو الإنسان كائن ضعيف وخاطي وهناك سؤال لنا لماذا كنا ضعفاء أخواني أحباي في المسيح نحن ضعفاء بسبب الخطيئة الإنسان خاطي مكتوب أجرة الخطيئة موت في رسالة بولوس الرسول إلى أهل رمية صحة 6 وعدد 23 لأن أجرة الخطيئة هي موت وأما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا هناك موت في الخطيئة وحياة في المسيح هذه هي هبت الله لنا في المسيح يسوع حياة أبدية مع المسيح نقرأ في رسالة بولوس الرسول إلى أهل غلاطي وعدد 20 مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي الآن نحن نعيش في الجسد لدينا خطايا لكن لنا إيمان في المسيح الذي يحررنا من كل خطيئة الله يحبنا والله جاء من أجلك ومن أجلي لكن في الخطيئة نكون أعداء الله مع الله نكون أعداء الخطيئة نحن خطات وضعفاء وأعداء الله جاء المسيح لأجلنا ليس هذا جميل عمل الخلاص كل الأديان الأخرى الذين يظنون أنهم يعبدون الله هم يبحثون عن الله ويذهبون إلى الله أما نحن فقد جاء الله من أجلنا جاء من أجلي ومن أجلك كما نقرأ ونرى في رسالة الرسول بولوس إلى أهل رومية إصحاح 5 ونرى أننا في المسيح متبررون تعني أننا غير مذنبين ونحن مصالحون وأننا مع الله ولم نعود ونكون أعداء بل أبناء المصالحة هو الاتفاق مع الله على تغيير مجرى حياتنا من أعداء إلى أبناء وأننا غير منفصلين في الخطيئة عن الله لقد صالحنا المسيح كنا منفصلين وأعداء وفي المسيح أصبحنا مصالحين وأبناء نتعلم من أن الله هو الذي صالحنا هو الذي مات من أجلنا هو الذي جاء من أجلنا هو الذي يخفر لنا ويبين محبته لنا نحن غير مستحقين ذلك هو عمل المسيح يسوع ونحن ضعفاء وخطات ومات المسيح من أجلنا صالحنا مع الله ونحن خطات متبررون بدم المسيح وخلصنا من الغضب غضب الله على الخطات وعلى الخطيئة التي كانت في الإنسان نحتاج أن نتبرر بسبب الخطيئة الله قدوس وعادل والخطيئة تؤدي إلى موت ونحتاج أن نخلص من الغضب بموت المسيح ودم المسيح الأشخاص الذين بدون علاقة مع الله هم أعداء ليسوا مخلصين أخواني وأخواتي في المسيح الذي معنا هو الله إذ كنت مخلص في المسيح اعلن إيمانك لكي يرى العالم فيك المسيح وأنت الذي لم تعلم من هو الله وماذا فعل من أجلك هناك إله يحبك وبيّن محبته لك وأرسل المسيح من أجلك ومات المسيح من أجلك وأعطاك خلاص من الغضب واليوم نحن نفتخر بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الخلاص والمصالحة تحررنا من الخطيئة ولم نعود إلى الخطيئة ولم نكون أعداء بعد ذلك وهناك علاقة مع الله جديدة في المسيح يسوع أين أنت يا إنسان أين تقف هل أنت على علاقة مع الله هل أنت خاطئ مذنب عدو الله أم أنت مع الله أخواني أخواتي هناك رجاء في المسيح هناك خلاص وباب مفتوح لكي لكل إنسان أن يأتي إلى المسيح أن تكون لك علاقة مع الله وتحصل على المصالحة في المسيح أين أنت وما هي أسئلتك تعال إلى المسيح وهو سيجيب على كل أسئلتك بعد ذلك مكتوب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أعزائي المشاهدين إلى كل شخص لم يتوب إلى المسيح أدعوك إلى التوبة وأن تصلي معي هذه الصلاة الخلاصية التي تصلى مرة واحدة وأدعوك أيضا إلى كل شخص يحب يجدد أحدا مع المسيح أن يصلي هذه الصلاة مرة أخرى ونقول مع بعض أنا أؤمن أن المسيح هو مخلص العالم ومخلصي وأعترف أني إنسان خاطئ وأن المسيح جاء ومات وقام من أجلي وغلب الموت وحمل عني جميع خطاياي وأعترف بالمسيح رب ومخلص وملك على حياتي وأدعوك يا رب أن تسكن في قلبي وبالروح القدس تغيرني وأشكرك لأنك قبلتني ابنا لك وأتعهد على أن أتبعك وأعطيك حياتي باسم الرب يسوع المسيح أمين تأكد أنك بعدما صليت هذه الصلاة في هذه اللحظة ستكون مع المسيح والمسيح في قلبك أو حياتك ستتغير إلى أن تكون من خاطئ إلى ابن وغفره الله كل خطاياك وأعطاك حياة جديدة وإسمك اليوم مكتوب في سفر الحياة أحبائي في المسيح لتكن محبة الله الآب فيكم ونعمة المسيح معكم والروح القدس يقود حياتكم ويرشدكم سلام المسيح يكون معكم بسمي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين ترجمة نانسي قنقر